بالتأكيد كان لكم دور مهم جدا حضرتك أو قبيلة حضرتك حربة كتف بكتف مع القوات المسلحة ومع الجيش كلمني عن تفاصيل هذا الأمر إيه اللي حصلت تحديدا؟ مين هم أبرز هؤلاء الأبطال أو الشهداء؟ يمكن أنا يعني مش هأسرد سر التاريخي ولكن أوضح لحضرتك شيء بالنسبة للقبائل بصفة عامة هي قبلة بلاء حسن على مدار التاريخ في مقاومة الاحتلال أولا ثم مكافحة الإرهاب وبتعاونها مع القوات المسلحة وبالتالي هذه المعضلة ما كان لها أن تستمر نظرا لفعالية القوات المسلحة والاستفادة من المكون القائم على هذه الأرض ومقاومة ومكافحة الإرهاب بالتعاون الصادق والوثيق بينها وبين أبناء القبائل يعني تكون الاتحاد يشمل جميع القبائل بالأضافة أن كل قبيلة لها نطاق وحيز ودرك مكاني هي بتبدأ في ضحض هذه الآفة والحمد الله طبعا انتهت إلى غير راجعة لو أخذنا تاريخيا الحروب على تواليها وإحتلال سيناء في فترات متعاقبة وكانت الأبناء القبائل عيون فاحصة ورادرات تمشي على الأرض لاستفادة منهم بمد القوات بالمعلومات والأجهز المعني المخابرات الحربية وغيره بالأضافة إلى القتال خلف خطوط العدو وضرب العدو في مقتل وفي بعض معسكراته وعمليات نوعية في معداته وهكذا في العتاد الذي كان يذهب إلى خط برليف الذي قيل عنه الله يقهر وقهر والحمد لله ولكن معركة الإرهاب يعني يمكن أنا أحبب شيء إن لم تتوقف عجلة التعمير أو عجلة التنمية أثناء وجود الإرهاب وإن كانت تعطلت قليلا أو تأخرت لكن وجود الدولة كقوة على الأرض وقوة فاعلة عززت أيضا مكافحة المواطنين من أبناء القبائل بصفة عامة وقبيلتي بصفة خاصة في مكافحة هذا الإرهاب والوصول به إلى أن ينتهي تماما يمكن حضرتك ونت في رفح الجديدة حاليا بالقرب من منطقتنا الحدودية ترى ملامح التعمير والعمران التي صارت بخطة حديثة وخاصة في العقد الوجيز اللي هو عشر سنوات الماضية من 2014 حتى 2024 عامنا الحالي يمكن مناسبة هذا الاحتفال افتتحت بعض المشروعات الكثيرة وهناك مشروع زراعي قائم أيضا تساهم في القبائل بالزراع لأن لديهم خبرات زراعية وبالتالي هناك مساهمة كافية بأن تكون سيناء بصفة عامة والجزء الشمالي منها بصفة خاصة موئل ومصدر للغزاء أو سلة غزاء لا أقول لمصر بالكامل لكن تساهم مساهمة أساسية وحيكون إن شاء الله مستقبل مصر في سيناء موسيقى